السلام عليكم انا تأكدت مليون بالمئة انه احنا عايشين ليس بالعراق احنا عايشين بمصغابة ما معقولة هذا القتل شنو هاي كمية العنف الموجودة عندنا بالعراق يعني شنو اسبابها ليش واحد يكتل زوجتها بعدين يحرق جثتها بكربلا اليوم سبع وعشرين خمسة شنو هاي الكمية مال العنف شنو سببه ليش هذا الحقد الدفين لو واحد قاعد بالبيت لو قلة حركة لو ماكو شغل لو دخل محدود لو فقر لو بطالة هاي كلها نعرفها وكنا عاشيها يعني الناس صارت تطل حرقتها باطفالها وبزوجاتها وبأولادها اضافة الى الزواج القاصرات والله ماعرف احنا ارادنا حل جذري يعني وين نروح احنا ما عايشين بالعراق غير لازم احنا بلد ويبدأ لتفتح شوية تطور نعيش بلوغمان تطور نعيش بلوغمان